طبعا في القديم كان الصفر فيه مخاطر سواء من قطاع الطرق أو القراصنة في البحر بولوس الرسول كان يستخدم الوسائل السريعة للصفر وأيضا كان بيستخدم الطرق الاستراتيجية للصفر فبولوس مثلا كان قطع مسافات كثيرة سيرا على الأقدام ومن خلال رحلات بولوس هو مشى أكثر أو قطع مسافة أكثر من 2200 كيلو متر لكن بولوس الرسول أيضا استخدم الوسيل الأسرع في تلك الأيام هو السفينة كان بيستقل السفينة طبعا مش متى اليوم اليوم شايفين سواح كثيرة في أفسوس لأنه فيه سفينتين اللي هو كروس شيبس بيجوا بأعداد كبيرة كنوع من الترفية وطبعا العطلة لكن في تلك الأيام السفر كان عن طريق السفن التجارية وأيضا ممكن يكون كأسير السفن العسكرية فكان بيستخدم السفن لأنه كانت الوسيلة السريعة حتى يقطع مسافات كثيرة لكن أيضا ما ننسى روما روما كانت تشتهر بالطرق وتعبيد الطرق في كل مكان والمثل المعروف أنه كل الطرق بتأدي أو بتوصل إلى روما وكان الرؤية والغرض والهدف للرومان أن يوصلوا كل العالم القديم وكل المقاطعات حتى الشرقية يوصلوها في روما وبنوا الطرق الرئيسية منها مثلا الطريق أبيان أبيان رود اللي هو بيقطع شرق لغرب إيطاليا كلها في روما هذا الطريق المشهور والطريق المشهور أيضا اللي هو الطريق الأغناطي اللي كان بيربط روما مع المقاطعات الشرقية إلى بيزانتيوم اللي هي اليوم طبعا إسطنبول ومن هناك كانت عدة طرق اللي توصل إلى المناطق الغربية والموانئ اللي سافر عن طريقها بولوس حتى ييجي إلى أفسوس وطبعا يمكن اللي بتابع الدراسات الطريق المشهور كان عندنا في أرض فلسطين اسمه فيا مارس أو طريق البحر اللي كان بيربط بين العراق أو أشور قديما إلى مصر مرن طبعا في فلسطين وفي سوريا أيضا هذه الطرق كانت بتربط إلها طرق جاء فرعية حتى توصل وتربط كل هذه الطرق في المقاطعات أيضا هذه الطرق الرمان بنوها ما زالت موجودة حتى يومنا هذا قوية ثابتة صامدة مثل ما بتشوفوا هاي الأبنية الضخمة في أفسوس اللي سبب طبعا دمارها هو الزلازل في هذه المنطقة لكن كانوا بيحفروا متر أو متر ونص كانوا يعبوا الطريق حجارة وبعد الحجارة يحطوا الرمل ثم البلاط الحجري حتى يغطوا الطريق حتى تكون صامدة قوية للمركبات أيضا اشتركوا في القناة